ضد السنغال كانت أفضل مننا وده منطقي وطبيعي بالنظر للظروف اللي احنا حكيناها وظروف الطريق بتاعك وظروف الطريق بتاعهم وفرق الإمكانيات الكبير جدا نحن كلنا عارفين فرق الإمكانيات ما بين منتخب السنغال ومنتخب مصر وفرق الخبرة وفرق الاستقرار الراجل ال ECC ده مع منتخب السنغال من 2015 ومنتخب السنغال ده منتخب فيه يعني نجوم العالم يعني منتخب كل مركز فيه لعب World Class يعني ولعب واحد يعني على الأقل يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن خط الدفاع فأنت عندك كليلو كوليبالي وعبدو ديالو واحد بلعب في نابولي واحد بلعب في بريس سان جرمان عندك خط الوسط عندك إدريسا جانا جايه ده واحد من نجوم بريس سان جرمان وعندك خط الهجوم في ساديو مانيه ده واحد من نجوم ليفربول واحد من نجوم فأنا بكلمك عن لعب واحد في كل مركز لكن لو جيت بقى عدت لك الحداشر وطبعا معنا إدواردو مندي أفضل حارس في العالم لكن لما جيت بقى عدت لك الحداشر فكل واحد من الحداشر هو من أبرز نجوم فرقته اللي هو محترف فيها في أوروبا طبعا فلا أنا بس بكلمك عن لعب واحد في كل مركز فننت وهم جايين لك مرتاحين وجايين لك طريقهم أسهل وجايين وهم برضو هما اللي وصليني النهائي السنة 2019 فجايين بخبرات أكبر ومع ذلك ما قدروش ان هما يخطفوا منك الفوس في 120 دقيقة ده أنا شايف طبعا إن هو مطشد فعي كبير جدا من منتخب مصر وطبعا يعني برضو أنا يعني أنا مش عايزة أكون قاسي في الحكم على منتخب مصر إن إحنا ملعبناش كرة حلوة بس أنا أكيد يعني مطش مارس الجاي حبقى شايف بقى الفرقتين وهم في نفس الظروف وشوفهم هيعملوا إيه يعني أولا هيبقى منتخب مصر مرهج بدنيا بمشواره ومرهج ذهنيا بمشواره وبرضو في نفس الوقت منتخب السنغال هيبقى جايلك زيك زيه بالظبط فنقدار بقى نشوف مين كفته هتبقى أرجح في المطشين دول اشتركوا في القناة